كمواطن نقدمه لك بكرة وبعده لما تطلع المعاش محتاج معاش زيادة حاس معاشا كنت فيه مش هيكفيك بعد كده تقدر تزوده بوثيقة تأمين اخرى حي كان شيء رائع ممكن كوزير قطاع الاعمال العام السيد هشام توفيق اعلن عن اطلاق معا وثيقة معاش بكرة كان ده في مؤتمر حي كبير وبالبنك الاهل المصري وشاكة مصر لتأمينات الحياة ده منتج تأمين بنكي جديد بيمنح للعمل عند سن التقاعد بالتعاون بين البنك الاهل المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة القبضة لمصر للتأمين القبضة بحضورة سيد باسل حيني رئيس القبضة للتأمين وسيدة شمعه كشريين بنك الاهلي والدكتور احمد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة ورؤساء شركة التأمين وقيادات بنكية وخبراء حي اللي عجبني قوي في الموضوع أنه تم الإعلان عن هذه الوثيقة وهذا المنتج في خلال مؤتمر عن الشمول المالي بين الإتاحة والتمكين وده كان شيء رائع طبعا فكرة جديدة تم نقشة الشمول المالي وزي طبقه وزي نمكنه من تحقيق أهدافه لآخره متحدث فيه مجموعة من الخبراء وحضر مجموعة من الخبراء كمان حقيقة ممكن المنتج التأميني الجديد بيشمل العملاء أو الناس من سن 18-59 أي حد ممكن يقدر يدخل ويشترك ويسدد الحد الأدنى للمودة سنة ده خمس أعوام بيتب موجب وصرف معاش انت تختاره طبعا حسن بتختار اختار عايز معاش كام ممكن دفع واحدة الفلوس ممكن خلال معاش شهر يسابت يصرف لمدة عشر سنين في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق اللي هو عن الستين وفي حالة الوفاة لقد رأوا صابع عجز كل يقابل بلوغه سن الاستحقاق ممكن برضه يصرفوا طبقا للمبلغ ده حييمكن وزيغة العمالات تأكد ان منتج التأمين البنك الجديد يضع اطار التعاون والتكامل بين مقدم الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في الاقتصاد المصري التكامل مهم وكمان ده يكون في اطار تفعيل الشمول المالي السيد هشام وكاشا رئيس مجزنة البنك الأهل المصري قال ان خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد احدى اهم اتفاقيات اللي تم توقعها في قطاع التأمين البنكي وتم اطلاقها بعد راسة وفية لاحتياجات العملاء سواء الحاليين او المرتقبين البنك كمان بيسعى لإقامة علاقات ممتدة مع العملاء واضاف هشام وكاشا ان البنك الأهل المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اي اجراءات او اصدار اي منتجات او خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي منظومة الشمول المالي دي بيتبناها البنك المركز المصري ناحية تانية الدكتور حمد عبد العزيز رئيس مجلس دورة الشركة مصر بينات الحياة اكد ان اتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي هي احدى اهم اتفاقية التعاون بين اكبر شركة تأمين على الحياة في مصر واكبر بنك في مصر ده طبعا في اطار دعم بدقة الشمول المالي توفير منتجات وحلول جديدة تأمينية جديدة طبعا ده احنا بنقولي الكلام ده ليه بنقولي الكلام ده لاني لازم نوصل صوتنا الى المواطن ان مسألة الشمول المالي مسألة واسعة جدا وهتريحك وهتخليك نوع من الراحة في حياتك حتى الشمول المالي بمفهومه الشامل اللي احنا بنطلع اليه والدولة بتتجه اليه كل المؤسسة بتجه اليه بتوفر سبل حياة محترمة وادمية لكل المواطنين يعني يعني لو الوثيقة دي كنموذج فيه طرق دفع كتير بتدفع بقى من خلال البنك من خلال الفيزا من خلال ده من خلال ده كله فهي دي اللي احنا بنركز عليه نعود مرة اخرى الوثيقة الوثيقة دي كديدة الاولى من نوعها معاش بكرة ليها ميزات عن اي وسائق اخرى احنا بنحيي اقدم شركة تأمين في مصر واقدم بنك في مصر واكبر بنك في مصر واكبر شركة تأمين حقيقي جهد رائع ومحترم يعزز كل خطوة من الخطوات اللي اللي بتاخده نحو تطوير المجتمع المصري هنخش لك